اهلا بكم مشاهدين الى الاقتصادية المفصلة من الميادين الى العنوين الرياض تنفي وتل ابيب تؤكد السمح لشركات طيران هندية العبور في اجواء السعودية في طريقها الى اسرائيل ادراج تونس على اللائحة الاوروبية السوداء لدول غسل الاموال يطيح الشاذ العياري من رئاسة المركزي وصى مطالبات بتوسيع التحقيق المالي وفي النشرة ايضا فرنسا تتخلى عن سياسة التقشف وتخصص 300 مليار يورو للجيوش وعينها على استبدال شارل ديجول وتعزيز الردع النووي اهلا بكم اسرائيل تخرب على شركة الطيران الهندية صفقة مع السعودية تقضي باستخدام اجوائها للوصول الى الاراضي المحتلة وذلك عقب اعلانها عن الصفقة التي نفتها السعودية والشركة الهندية على حد سوى ايمن فاضل نفت السعودية ما اعلنت عنه صحف اسرائيلية من ان تكون قد سمحت لشركات هندية بالمرور في اجوائها للوصول الى مطارات اسرائيلية بدورها اضطرت شركات الطيران الهندية الى التوضيح انها طلبت الاذن بالطيران الى اسرائيل عبر السعودية لكنها لم تحصل على الموافقة بعد بيد ان مسؤولين اسرائيليين كبار اكدوا ان الطيران الهندية تلقت بالفعل موافقة السعوديين ومن المتوقع ان تقلع الرحلات الاولى الى الداله من اسرائيل الشهر المقبل وكانت بدأت القصة عندما اقترح الهنود مسار طيران يقصر الطريقة عبر ايران وافغانستان ولكن محافل الامن في وزارة مواصلات الاسرائيلية رفضت الاذن بذلك وعندها شرعت الشركة الهندية في مفاوضات مع السعودية للسماح لها بالمرور في المجال الجوي في الطريق من والى الاراضي المحتلة املت اسرائيل في تحقيق حلم تطبيع العلاقات علن بدل ان تبقى حسب وصف الكاتب الاسرائيلي علاقات مع عشيقة غير شرعية بدأ ان مقالا لافتا في جريدة معارف الاسرائيلية تحت عنوان ثرثرة زايدة كشف سر التراجع السعودي حيث يتهم المقال مسؤولين كبار في شركة العالي الاسرائيلية بالوقوف وراء التسريبات بسبب تخوفهم من ان تؤديها الصفقة لكسر احتكارهم للخط مع الهند الكاتب الاسرائيلي قال انه بدلا من ان تستفيد اسرائيل مما وصفه بالاتصال الهندي بالسلطات السعودية لتكون الخطوة الاولى في الطريق الى رفع العلاقات من العالم السري الى السطح احد ما في اسرائيل ثرثر اكثر مما ينبغي بدأت الحكومة السعودية ارساء عقود تطوير منطقة نيوم الاقتصادية العملاقة في شمال غرب البلاد وطلبت من شركات بناء محلية تشيد خمسة قصور هناك وكان ولي العهد السعودي اعلن الخطط الخاصة بالمنطقة البلغة مساحتها ستة وعشرين الف وخمسمائة كيلومتر مربع بكلفة تصل الى خمسمائة مليار دولار وذلك خلال مؤتمر استثمار دولي عقد في الرياض في شهر تشرين الاول اكتوبر الماضي اعلن وزير الاشغال العامة في لبنان يوسف فينيانوس عن خطة لانشاء مرفع دولي في النقورة مؤكدا ان الدولة تسعى لاحياء العمران في القرى المحاذية للحدود الجنوبية مع فلسطين المحتلة فينيانوس اعتبر ان انشاء المرفع يوفر الكثير من الوظائف لابناء المنطقة وهو مشروع مقاومة وهو اولوية في مواجهة الاطماع الاسرائيلية لافتا الى ضرورة التأكيد دائما على الجهزية التامة للمواجهة في كل الميادين اثار تصليف الاتحاد الاوروبي لتونس ضمن القائمة السوداء للدول المشتفة بتمويلها للارهاب وغسيل الاموال ردودة فعل متبينة في الساحة التونسية بين من يحمل الحكومة مسئولية الفشل في ادارة المرحلة ومن يحذر من الابتزاز السياسي الاوروبي وتبعاته عماد الشتار محافظ البنك المركزي الشاد العياري يحزم حقائب الرحيل رئيس الحكومة يوسف الشاهد طرح موضوع اقالته على رئاسة الجمهورية وسواء قبل مجلس النواب بتغييره ام لا فهو في نظر الحكومة المسئول الاولى عن السياسات النقدية وعلى ادارة لجنة الشفافية المالية وبالتالي يتحمل مسئولية تصنيف تونس ضمن القائمة السوداء للدول المشتبه بتمويلها الارهاب وبغسيل الاموال فيما يره مراقبون كبش فداء لتحمل وزر اخطاء اغلبها يخرج عن دائرة تخصصه الاجراءات التي قامت بها تونس قصد التوقي من كل عملية تبيض الاموال وتمويل الارهاب لم تكن كافية ضربة موجعة لمساعي اصلاح الاقتصاد المتعثر تأتي من الشريك الاوروبي الذي تعاول عليه تونس في مراجعة تصنيفها كجنة ضريبية تصنيف يره مراقبون منطقيا لتأخر الاصلاحات التشريعية في اصلاح المنظومة المصرفية وارساء الشفافية في المعاملات المالية وتعقب مصاري التحويلات والتدقيق في مصاري التمويل الخارجي للجمعيات والاحزاب في بلد نصف اقتصاده غير منظم وتنشط في اسواقه اكثر من 12 الف مؤسسة اجنبية لا تشغل اي عامل تعين عن كونها مؤسسات استثمارية وهي في الحقيقة واجهات لتحويل الاموال تونس صحيح فيها شيء من بعد الثورة شهدت شيء من الانفلات لكن مش للدرجة اللي يقع تصنيف هذا التصنيف بل انه قانون مكافحة الارهاب وطبويض الاموال اللي صادقنا عليه هذا من افضل القوانين في العالم المطلوب انه تونس تقدم اكثر ما يمكن من التنازلات هذا الوضع كامل لكن هذا لا يخفي ايضا وجه اخر المسألة هو انه بلادنا تخدم فيها طبيعي الاموال احنا وقت يقول الناس اللي البلاد ذي اكثر من 50% من اقتصاده هو اقتصاد موازي يعني فلوس ونية القراءات في خلفية القرار تجاوزت لدى العديد من السياسيين والمراقبين ابعاده الاقتصادية الى حد اعتباره ابتزازا سياسيا لتونس التي عارضت القرار الامريكية باعلان القدس عاصمة لاسرائيل كما ان مجلس النواب سيناقش في غضون ايام قانون تجريم التطبيع مع العدو الصهيوني تصنيف تونس ضمن القائمة السوداء سيؤيق بلا ريب تدفق الاستثمارات الخارجية التي تعاول عليها البلاد لدفع عجلة النمو ما يفرض بحسب مراقبين اعلان خطة توارئ اقتصادية تسرع نسق الاصلاحات لانقاذ الوضع الاقتصادي والخروج من هذا التصنيف في اقرب وقت ممكن عامة شترة تونس الميادي يزور سوريا الشهر المقبل وفد اقتصادي مصري كبير يضم معاونة وزير الاقتصاد المصري ولفت مساعد وزير الخارجية والمغتربين السوري ايمان سوسان الى ان الوفد سيبحث في تعزيز العلاقات الاستثمارية والتبدلات التجارية سوسان دعا القطاع الخاص الى القيام بدوره في ظل الظروف الراهنة وحجد التقاط للنهوض بالاقتصاد السوري مؤكدا اهمية المشاركة في المعارض الخارجية والاستفادة من مكتب متابعة الشؤون الاقتصادية واعادة الاعمار المستحدث في وزارة الخارجية السورية اعلنت القنصلية الايرانية في اقليم كردستان العراق استئناف النشاط التجاري بالاسواق الحدودية بين ايران والاقليم بعد تذليل العقبات التجارية التي كانت تحول دون هذا الامر وكانت ايران قد اغلقت في شهر تشرين الاول اكتوبر الماضي مع عابرها الحدودية الثلاثة مع كردستان في ظل التوترات التي عقبت اجراء الاقليم استفتاء للاستقلال عن الحكومة الاتحادية العراقية كشفت وكالة سبوتنيك الروسية عن وثيقة قضائية مصرية للاتفاق المبرم بين مصر وقبرص بشأن ترسيم الحدود وتقاسم الموارد الطبيعية في المنطقة الاقتصادية الخالصة للبلدين في شرق البحر المتوسط ونشرت الوكالة عبر موقعها الوثيقة التي تتضمن اعترافا تركيا بالحدود المرسمة بين البلدين وتحديد حدودهما البحرية ولسيما قبالة حقل ظهر المصري للغاز يأتي هذا بعدما حذرت وزارة الخارجية المصرية من اي محاولات للمساس أو الانتقاص من حقوق مصر السيادية في تلك المنطقة تعتزم الحكومة الفرنسية تخصيص 2% من نتجها المحلي للموازنة الدفاعية خلال الاعوام السبعة المقبلة هذه الزيادة ترفع الانفاق العسكرية الى نحو 300 مليار يورو بحسب مشروع قانون البرمجة العسكرية الذي اعدته وزارة الجيوش الفرنسية حسن يوسف سياسة دفاعية جديدة تعتزم فرنسا اتباعها خلال السنوات السبع المقبلة تحاول من خلالها رفع كفاءات الجيوش وإعادة تأهيل ما ترهل من قطاعتها العمد الأساسي لهذه السياسة رفع قيمة الانفاق الدفاعي الى نقطتين مئويتين تقريبا من الناتج المحلي أو ما يعادل 295 مليار يورو في خطة تستمر حتى العام 2025 وهو مبلغ يقل عن نصف الانفاق الدفاعي الامريكي السنوي البالغ 700 مليار دولار هذا العام عمليا تخلت باريس عن التقشف المالي المتبع منذ مطلع الألفية تقريبا الذي نتج منه إلغاء أكثر من 60 ألف وظيفة دفاعية خلال عشر سنوات انتهت عام 2015 هذا التحول ينهي عقدا قاسيا على القوات الفرنسية المقاتلة شهد خفضا في العديد وتقادما في العتاد وبحسب مشروع قانون البرمجة العسكرية الذي أعدته وزارة الجيوش الفرنسية لمناقشته في مجلس الوزراء سيجري استحداث 1500 وظيفة لتعزيز قدرات البلاد في مجال الدفاع السيبراني ومثلها للاستخبارات أما في مجال العتاد فتعتزم الوزارة تحديث التجهيز الفردي للعسكريين البالغ عددهم 200 ألف عسكري ولسيما السترات الواقية من الرصاص والملابس المقاومة للحريق إضافة إلى صيانة المعدات والبنى التحتية وشراء مدرعات ونقلات جند حديثة وسفن تموين وزوارق دوريات وطائرات للتزود بالوقود في الجو وإطلاق دراسات تتعلق باستبدال حاملة الطائرات الفرنسية الوحيدة شارل دي جول المتوقع خروجها من الخدمة عام 2040 ولعل أحد أبرز بنود الخطة الدفاعية تعزيز الردع النووي وتخصيص 37 مليار يورو لتحديث السفن والطائرات القاضفة للأسلحة النووية في الخبر الأخير ارتفع إنتاج النفط الخام في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي مستجلة مستوى قياسية أسبوعيا جديدا عند 10 مليون و250 ألف برميل كل يوم إدارة معلومات الطاقة الأمريكية قالت إن مخزونات الخام ارتفعت الأسبوع الماضي أيضا بنحو مليون و900 ألف برميل كما زادت مخزونات البنزين ونواتج التقطير مع نمو إنتاج مصافي التكرير وتراجع صافي واردات الولايات المتحدة من النفط 60 ألف برميل كل يوم هذا كل ما لدينا من أخبار اقتصادية نشكر لكم حسن المتابعة الميدين دوت نت للمزيد إلى اللقاء